بات اليمن رهن المزاج الإقليمي هذا ما تقوله معطيات الساعة وأحداثها فأحدث التسريبات حول اتفاق جدة الذي ترعاه السعودية بين الشرعية والانتقالي المدعوم من أبوظبي تؤكد أن الشرعية باتت تصارع كل الأطراف بما في ذلك الحلفاء أنفسهم فهل نجحت السعودية في إخضاع الشرعية لمنطق المحاصصة؟ ربما نعم فمسودة اتفاق جدة وقبيل أن تخرج بصيغتها النهائية والتي تبدو أبرز مضامينها محصورة في الجانب السياسي والأمني تتضمن أبرز نقاطها تشكيل حكومة جديدة يحظى الانتقالي ومكونات جنوبية أخرى بعدد من الحقائب الوزارية السيادية بالإضافة إلى تعيين لرئيس حكومة جديد بحسب المسودة نفسها التي نشرتها الجزيرة سيتم دمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية وعلى مقربة من ذلك وفي السياق نفسه تقول المصادر إن عدن شهدت استلاماً وتسليماً بين القوات السعودية والإماراتية وانتشار قوات سعودية في عدد من المواقع الاستراتيجية والحيوية منها مطار عدن وقصر المعاشيق يأتي ذلك عقب انسحاب القوات الإماراتية من تلك المواقع رغم كل ذلك ينخفض سقف التوقعات بنجاح هذا الاتفاق خصوصاً أن عدن العاصمة المؤقتة لا تزال بعيدة المنال عن الشرعية وعن الأمن الذي تنشده منذ طرد ميليشيات الحوثي فهل سينتهي مطاف الانتقالي برفع علم الجمهورية فوق المؤسسات والإدارات الحكومية والعمل تحت لافتة الشرعية أم أنه سيضع رجلاً مع الشرعية وأخرى مع الانفصال بحسب مراقبين فإنما تضمنته المسودة المسربة إن صحت أنها حجمت الانتقالي ونقلته من مربع المطالبة بحق تقرير مصير دولة إلى الاكتفاء بمكسب بعض الوزارات في حكومة هادي لكن ما تقوله شواهد اللحظة اليمنية يمضي عكس ذلك تماماً فميليشيات الانتقالي تستلهم خطواتها من تجربة نظيرتها في صنعاء ولا ينحصر ذلك في الانقلاب وممارسة الضغوط على الشرعية بل وفي ممارسة الانتقالي لتصفية وملاحقة خصومه ومعارضيه في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرته بالمقابل تمضي الشرعية عزلتها الحقيقية دون سلطة أو قرار أو أرض أيضاً فهي منذ خروجها إلى الرياض سيظل قرارها مرهون للمزاج السعودي وستخضع في كل مفاوضاتها لتسوية عرجاء تفضي في كل الأحوال لتآكل شرعيتها وتلاشي فكرة استعادة الدولة وما زالت في الرياض فهل بيدها غير ذلك؟